اشتركوا في القناة مقارنة عددين جدريين لمقارنة عددين جدريين بي و ا نحدد اشارة فرقهما اذا كان ا ناقص بي اكبر من سفر يعني الخارج فان ا اكبر من بي واذا كان خارج ا ناقص بي اصغر من سفر فان ا اصغر من بي يعني الاول اصغر من التاني هنا غندوزو التطبيق اي التمارين سنخذ المثال دائما نكتب مقارنة عددين جدريين دائما نكتب لدينا عددين جدريين ا و بي اذا كان لدينا ا و بي هنا نحدد اشارة الفرق نأخذ المثال الاول اربعة و تلاتة مثال بسيط نقارن اربعة مع تلاتة نحن نعلم ان اربعة اكبر من تلاتة و تلاتة اصغر من اربعة ولكن نطبق القاعدة خارج اربعة ناقص تلاتة يساوي واحد اذا خارج اربعة ناقص تلاتة اكبر من سفر لان اشارة واحد موجبة وبالتالي فان الاول اكبر من التاني لان الخارج موجب اذا اربعة اكبر من تلاتة لان اربعة ناقص تلاتة اكبر من سفر عفوا نأخذ المثال التاني نأخذ اتنان عفوا وخمسة نحسب خارج اتنان ناقص خمسة نحسب الفرق بينهما خارج اتنان ناقص خمسة يساوي ناقص تلاتة وناقص تلاتة عدد سالب فان خارج اتنان ناقص خمسة اصغر من سفر وبالتالي فان الاول اصغر من التاني اثنان هنا نذهب إلى الخاصية الثانية وهي الترتيب والجمع M و K و B و A أعداد جدرية إذا كان A أصغر من B فإن A زائد K أصغر من B زائد K وإذا كان A أصغر من B فإن A ناقص K أصغر من B ناقص K يعني إذا أضفنا نفس العدد إلى الترتيب يبقى نفس العدد وإذا طرحنا نفس العدد من طرفي الترتيب يبقى نفس العدد هذه الخاصية الثانية في درس الترتيب والعمليات هنا نذهب إلى المثال أو إلى التمرين A و B عددين جدريين دائما في بداية التمرين نقول إذا كان A و B لدينا نقول A و B عددين جدريين A زائد B أو A زائد أربعة أصغر من أو يساوي B بيين أن A زائد واحد أصغر من أو يساوي B ناقص ثلاثة نطبق القاعدة نضيف نفس العدد إلى طرفي الترتيب إذا أردنا أن نحصل من A زائد واحد إلى A زائد أربعة ماذا نضيف؟ نكتب لدينا A زائد B أصغر من أو يساوي B إذا أردنا أن نحصل إلى واحد أربعة نضيف إليها ناقص ثلاثة أو أربعة ناقص ثلاثة إذن A زائد أربعة ناقص ثلاثة وفي الطرف الآخر B ناقص ثلاثة تصبح لدينا A زائد واحد أصغر من أو يساوي B ناقص ثلاثة أضفنا نفس العدد السالب ثلاثة إلى طرفي الترتيب هنا ننتقل إلى الخاصية التالية D والC والB وA أدت جدرية إذا كان A أصغر من أو يساوي B والC أصغر من أو يساوي D فإن A زائد C أصغر من أو يساوي B زائد D هنا عندنا ترتيبين نجمع طرفي الترتيب الذي يوجده على اليسار زائد الذي يوجده على اليميل نجمعه مع الطرف الآخر إذن A زائد C A فوق والC تحت وبB زائد D ويبقى نفس الترتيب إلى حد الآن الأمر بسيط على التلميذ أن يحفظ الخاصية وهي لا داعي للحفظ هي سهلة تحتاج إلى الفهم هنا نذهب إلى المثال لدينا A زائد 2 أصغر من أو يساوي 5 وبB زائد 3 أصغر من أو يساوي 6 أصغر من أو يساوي 11 نستعمل الخاصية السابقة نجمع طرفي الترتيب بحيث تصبح بي نقول أن A زائد 2 أصغر من أو يساوي 5 وبB زائد 3 أصغر من أو يساوي 6 نجمع طرفي الترتيب اليسار مع اليسار واليمين مع اليمين تصبح A زائد 2 أصغر من أو يساوي 5 زائد 6 ونحسب نحسب الأعداد الصحيحة مع بعضها والعداد الجدري مع بعضها تصبح A زائد B زائد 5 أصغر من أو يساوي 11 هنا نذهب إلى الخاصية التالية خاصية الترتيب والضرب A و K و B أعداد جدرية إذا كان A أصغر من أو يساوي B و K أكبر من سفر فإن A في K أصغر من أو يساوي B في K و إذا كان A أصغر من أو يساوي B و K أصغر من سفر فإن A في K أكبر من أو يساوي B في K في المرحلة الثانية غيرنا الترتيب لماذا؟ لأن K عدد ساليب إذا إذا ضربنا في عدد موجب نضرب في طرفي الترتيب في نفس العدد الموجب يبقى نفس الترتيب و إذا ضربنا في عدد ساليب نضرب في طرفي الترتيب فيتغير الترتيب لأن العدد الذي ضربنا فيه عدد سالي وهنا نذهب إلى المثال لدينا دائما نكتب في الأول A و B أعداد جدرية إذا كان الس نكتب A و B والس أعداد جدرية لدينا A أصغر من أو يساوي 6 أو عفوا لدينا A أكبر من أو يساوي 6 بين أن 2A أكبر من أو يساوي 12 نلاحظ إذا أردنا أن نتلقل من المعطيات إلى السؤال نضرب في 2 نقول لدينا A أكبر من أو يساوي 6 إذا أردنا أن نحصل على 2A نضرب في 2 إذا نضرب طرفي الترتيب في 2 A في 2 أكبر من أو يساوي 2 2 في 6 تصبح 2A الضرب تبادلي 2A أكبر من أو يساوي 12 هذه هي النتيجة هنا نذهب إلى الحالة الثانية التي يكون فيها العدد الذي نضرب فيه يكون عددا سالبا حالة الأولى كان عددا موجبا لم يتغير الترتيب وفي الحالة الثانية عدد سالب نختار عدد سالب لدينا B أصغر من أو يساوي 8 بين أن قلنا بيّن أن ناقص 4B أكبر من أو يساوي ناقص 32 دائما نقول B عدد جدري نكتب المعطيات لدينا B أصغر من أو يساوي 8 نلاحظ أن الانتقال من السؤال أو المعطيات إلى السؤال من B إلى ناقص 4B نضرب في ناقص 4 إذن ناقص 4 في B نضربها في الطرفين ناقص 4 في B وناقص 4 في 8 ناقص 4 في 8 ناقص 8 في 4 حسب الخاصية فإن الترتيب يتغير لأننا ضربنا في عدد سالب ضربنا في العدد السالب وهو ناقص 4 كانت لدينا B أكبر أصغر من أو يساوي 8 أصبحت لدينا ناقص 4B أكبر من أو يساوي ناقص 32 إذن عندما نضرب في عدد سالب في طرفي الترتيب نغير الترتيب إذا كان أصغر من أو يساوي يصبح أكبر من أو يساوي هذا الدرس يحتاج من التركيز هنا نلاحظ ناقص 4 ناقص 4 غيرنا الترتيب كانت أصغر أصبحت أكبر كما تلاحظون نذهب إلى الخاصية التالية وهو التأطير A والT والZ وY وX وB أعداد جدرية بحيث B محصور بين Z والT وA محصور بين X وY أي أن X أصغر من A أصغر من Y وZ أصغر من B أصغر من T نؤثر كما في الخاصية السابقة نجمع طرفي إذا جمعنا أو وسطي الترتيب نجمع طرفي الترتيب تصبح X زائد أو X زائد Z أصغر من أو يساوي A زائد B أصغر من أو يساوي Y زائد T هذا ما يسمى بالتأطير هنا نذهب إلى التمرين أو المثال وهو تمرين خاص بالتأطير بعملية التأطير نقول أن A و B عددين جدريين عندنا عندنا A محصور ما بين 3 و 4 و B محصور ما بين 2 و 5 إذا التأطير ما هو إذا جمعنا وسطي الترتيب نجمع كذلك طرفي الترتيب في اليسار و في اليمين أطر A زائد B لدينا A زائد B نجمع وسطي الترتيب ثم نجمع طرفي الترتيب تصبح A زائد B محصورة بين 3 زائد 2 و 4 زائد 5 تصبح A زائد B محصورة بين 9 و 5 أي 5 أصغر من A زائد B أصغر من 9 هنا نذهب إلى الخاصية التالية A و Y و X عدد جدرية بحيث A محصور ما بين X و Y يعني X أصغر من A أصغر من Y أو يساوي إذا ضربنا في ناقص واحد يصبح الكبير العدد الكبير هو العدد الأصغر تصبح ناقص Y أصغر من أو يساوي ناقص A أصغر من أو يساوي ناقص X الزائد الخاصية التالية هذه عدد جدرية بمحصور ما بين X و T و A محصور ما بين X و Y إذا طرحنا ما بين وسطي الترتيب كذلك نقومه بالعمل في الجانبين تصبح X ناقص T يعني يصار الترتيب الأول ناقص يمين الترتيب الثاني ويمين الترتيب الأول ناقص يصار الترتيب الثاني يعني نغير كما فعلنا في السابق والسلام عليكم